كلنا اخوات وكلنا بنقوف جمي بعض. نروح بقى دلوقتي ليه منتخبنا الوطني وتقييمك كالعادة بشكل عام ليه اداء المنتخب النهاردة. بس انا والله هقولك على حاجة انا تعرف ان انا وانا بتفرج على الماتش والله دي الجد. انا كنت هكلم الاعداد هتزرلهم عن الحلقة. مم. بجد. والله انا قلت ان انا ما احسن. ليه? الماتش بقى مش منتخب مصر. انا حاس ان انا عارف ان انت وانت بتتفرج كده اعتقد كل الناس السواية بتتفرج. ايه ده? مين اللعيبة دي? فين الروح? فين الاداء? فين الجمل اللي بتحصل? فين الروح حتى جوة اللعيبة? فين المتعة? قصية كرة دي متعة جماعة والله قصية معروفة اسمها متعة كرة القادة. صح? ففين المتعة? المتعة مسلا. المتعة مش لازم اداء. المتعة ممكن تبقى عن طريق روح. المتعة ممكن تبقى عن طريق اه اه شكل في الملعب. في اه لينا شكل. عارف انت لو لو لينا شكل والاداء ممكن يكون فيه متأسر شوية هنقول ماشي. اما ولا واقفة صح. ولا اه ولا تاكتيك صح. ولا اختيارات صح. ولا حتى اه تشكيلة صح. اه منتخب مصر للأسف تقريبا اه اقدر ان انا اتكلم فعلا بجد ان ده مش متخب مصر. وكل المجموعة اللي موجودة دي باستثناء. باستثناء. محمد الشناوي كله كده والله لو انا مسئول. مم. كله دول يتفوروا. ليه بقى? ما يستحققوش ان هم ما يلبسهم باوتشيرت المتخب مصر. حتى محمد صلاح? محمد صلاح كمان. ليه بقى? بص انا انا عارف ان الكلام ده ممكن يزعل. محمد صلاح نجم كبير بس مش ده محمد صلاح بتاع ليفر بول مسلا. مم. مش الاداء بتاعه. خايف على رجله. وده حقه على فكرة. لانه برضو. ما هتلاعب مين لما كل ده يمش? لا والله والله انا لو انا لو لو امتالك كلمة. مم. والله الجيل ده كله تتعمل كده. طب ما انا برضو هيخليني اقول لك. ده حقيقة. هيخليني اقول لك ما هو اللاعب بياخد واجبات ودوره بيسمع من مدير الفن وينفذ. ده كده يبقى مش لعب. مم. لان انت الامكانات بتاعتك انت ماشي بريموت كنترول. مم. او بنلعب بيك بلاي ستيشن. مم. صح ولا مصح? فين شخصيتك? انت دورك زي ما الناس بتانتقد المدرب دورك بتحمل اللاعب. فين شخصيتك طبعا فين شخصيتك انت كلاعب. فين اه ما شاء الله الامكانات اللي عندك عندك امكانات دعم مادي ودعم جماهيري ودعم اعلامي. عندك امكانيات تقدر توفرها. انا ما احترام المدرب اه هو مش ما عايش المدرب مش هو اللي بتحكم في الرتم تاع الجارية بتاعتك. صح ولا مصح? مش هو اللي بتحكم ان انت تباص ازاي. مش هو اللي بتحكم ان انت توقف ازاي. فين الشخصية بتاعتك? للأسف كل لعبة المنتخب بستيسنا الشناوي. مم. مع احترامي ما عندهمش شخصية التواجدهم في الملعب. شخصيتهم ضعيفة جدا. ما عندهمش حتى لغة الحوار في الملعب. مم. ما عندهمش الشخصية اللي اللي تكبرك تكبر الخصم بتاعك. ان هو يحترمك او النهاردة منتخب السودان في البداية داخل نازل بيهاجمك من البداية. لو عندهم عناصر مميزة عالفاك هيبقى ندي ليك في المباراة. احنا النهاردة خلينا حارس مرمى منتخب السودان بقى نجم المباراة. مم. مع احترامي. طب ده معناه اللي احنا بنهاجم. لا احنا ما بنهاجمش احنا احنا بنهاجم عشوائيين. احنا بنهاجم بلا هدف. احنا بنهاجم انه كل واحد بيلعب لنفسه. ما بيلعبش المنتخب مصد. كل واحد بيلعب لنفسه. هاتلي كورة النهاردة احنا بنلعبها. او او حتى تاكتج بيحصل جوال الملعب. اه عندك اه مصطفى محمد متعالي جدا. تمام? اه مش عايش مع المباراة. ما فيش التخبيط بتاعه. ما فيش الحركة. التحركات بتاعته مصطح. اه 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 محمد صلاح بعيد تماما. يعني هشوفنا الماتش اللي فهد. اشهدنا بيه قلنا خلاص يبتدى يخش في الاجواء بتاعت الموراة. محمد صلاح بعيد تماما. محمد صلاح خايف على رجله. النهاردة محمد صلاح بيرقص بيبعد الكرة بيمشاير رجليه. خايف على رجليه. ده خلى اه فيه لعب اسمه مازن. خلى النهاردة نجمل مباراة. خلى محمد صلاح النهاردة خلى يتسيطه على على مستوى. اه حتى الدريبل بتاع محمد صلاح مش محمد صلاح خالص. مم. مش ده محمد صلاح بتاع ليفربوت. محمد صلاح كده. انا قلت في البداية اللي اقل مبارياته مع المنتخبين. ده حقيقة. اه مم. حتى البساط بتاعته. التحركات بتاعته. والغريبة انه هو بيلعب في المكان بتاعه. هل هو ارفان? بجد والله. يعني هو. هل هو في حاجة مش طبعية. مش ده محمد صلاح. محمد صلاح اه اه معرفش هو ممكن يكون في حاجة في المنظومة مش صح. مم. لان طريقة الاداء حتى طريقة اللعيبة. ما عندهمش روح الجماعة. ما فيش جماعية. مم. ما فيش جماعية ما بين اللعي. عمر مرموش. احترامي. تخطى كابتن احمد حسن. في الانانية. مم. لا كابتن احمد حسن. انا فيك انا احب احمد حسن. يعني. يعني هو تخطى. يعني كابتن احمد حسن. بس اقوى طريقة كابتن احمد حسن. هو اناني في الكرة بس باجابي. عمر مرموش. اناني. بفردية. بفردية. مش بإيجابية حتى لزميله يعني ما احترامي مالوش أي تواجد في الملعب مالوش أي دور إنه هو يقدر يفرق معاك يعني ولا هو ولا محمد صلاح ولا مصطفى محمد والأسف بيستخدم الفردية بتاعته فأماكن لو تخطفت لو مع منتخب قوي هتبقى هجمة مرتدة لأنه بيستخدم الفردية والقرف وسط الملعب بزيب مش في الربع اللي هو الأمامي اللي هو اللي ممكن لو اتخذت منك أو بتعمل الرزق فيه اللي هو مش مهم فيه وسط ملعب يغطي فيه بكتر في يغطي لكن بيستخدمها في أماكن تجيله الكرة على الخط أول قرار لي فردي هو تقريبا ما شفتش عمر ماموش غير مباراة لأول مباراة للعمل أول مباراة اللي هو اللي أحرص فيه هدف كانت تقريبا الجابون حاجة زي كده أول مباراة لليبيا كانت ليبيا سوري هو الهدف الوحيد ده بعد كده ما مش ظاهر هل الإصابة أثرت عليه برضو يعني هو لسه صغير برضو يعني حتى لو تعرض لإصابة مسلا فهي قدر يرجع بسرعة عكس تريزيجية يعني تريزيجية الإصابة بتاعته كانت قوية بعديته شوي وما زال تريزيجية برضو مستعجل حتى لما بينزي بس عايز أتكلم في تشيك كده لما نيجي نبتدي نخش على التغييرات كنتني براهما استأذنك ناخد مكالمة برضو نسمع